وهنروح بعد كده لزملتي ميرنة عادل ورسالة أكستراليوز عن روضة السيدة هتكلمنا أكتر فيها وإزاي بتعكس النجاح الكبير اللي حققته مصر فيه تحدي صعب هو القضاء على المناطق الغير آمنة خلونا نشوف كيف أصبحت روضة السيدة في رسالة ميرنة عادل مشاهدين الكرام نرحب بحضراتكم بالفعل منطقة مصر القديمة هي من أكثر المناطق التي خلال سنوات الماضية شهدت تطويرا كبيرا ليس فقط على مستوى المناطق السياحية أو المناطق الجاذبة للسياحة نظرا طبعا للطبيعة التاريخية والأثرية لهذه المنطقة ولكن أيضا للمناطق السكانية والتي يوجد بها سكان في مختلف الأماكن نتواجد الآن مع حضراتكم من حي السيدة زينب تحديدا روضة السيدة حاليا والتي كانت في أصابق تدعى تل العقارب هذه المنطقة التي كانت في السابق طلق إهمالا كبيرا هناك العديد من المساكن التي كانت أيلة للسقوط أيضا العشش التي بالطبع لم تكن مبنية بالشكل الذي يؤهلها أن تقدم حياة كريمة للمواطن الذي يقتن بها كل متطلبات الحياة كانت غائبة ليكون هذا هو الماضي وأما الحاضرة الآن هي منطقة روضة السيدة واحد التي نقف فيها مع حضراتكم الآن منطقة روضة السيدة واحد الآن أصبحت تقدم للمواطن الذي يسكن بها كل متطلبات الحياة الكريمة من المسكن المنائم لهذه البنايات الجميلة التي أيضا تم تشهيدها وفقا لأطراز الإسلامية تماشيا مع الطبيعة الحضرية والثقافية والتاريخية لهذه المنطقة وأيضا كل متطلبات الحياة من المبانية الإدارية والحضنات والمستشفيات كل ما قد يتطلبه هذا المكان لتوفير الحياة الكريمة لمواطني قد أصبحت تتواجد الآن دعونا نتحدث عن الأرقام والتفاصيل التي توجد هنا بمنطقة روضة السيدة واحد روضة السيدة واحد تم إنشائها على سبعة ونصف فدان وبها 16 عمارة سكنية داخل 16 عمارة سكنية يوجد بهم 816 وحدة سكنية أي 816 أسرة لديها مسكن ملائمة داخل هذه المنطقة روضة السيدة واحد ذلك بخلاف بالطبع المبانية الإدارية والحضنات و198 محل تجاري في المنطقة بيئة الكامل دعونا نتحدث أيضا عن المنطقة وما توفره لمواطنيها يتواجد في كل مكان المحل التجاري كما ذكرت أيضا كل متطلبات الحياة البلنايات أيضا كما ذكرت تم تشييدها وتأسيسها على الطراز الإسلامي ليتماشى مع الطبيعة الحضرية والطبيعة التاريخية لهذه المنطقة وفيما نحن نتحدث الآن يتم بناء منطقة روضة السيدة اثنين هذه المنطقة التي ستحل منطقة الطيب التي كانت أيضا تعاني من الإهمال والتهميش يوجد بها العديد من البنايات الأيلة للسقوط والعشش التي بالطبع غير مؤهلة لأن تقدم حياة كريمة لمواطنيها لذلك بعد أن تم أعطاء الأموال لأصحاب هذه الشقق ليأخذوا شققا للإيجار خلال المدة التي يتم إنشاء هذه المباني وهذه الوحدات السكنية لبعد ذلك يقوموا بسكن هذه الوحدات السكنية والتي ستتم إنشاءها أيضا بنفس الطراز المعمرية التي تم إنشاء روضة السيدة واحد عليه هذا الطراز الإسلامي الذي يتبع الطبيعة الحضرية والثقفية التي تتمتع بها هذه المنطقة منطقة روضة السيدة 2 مساحتها على مساحة 7.8 فدان أيضا يوجد بها منطقتين المنطقة الأولى بها 6 عمائر بإجمالي 386 وحدة سكنية أما عن المنطقة الثانية بيوجد بها 3 عمائر بإجمالي 578 وحدة سكنية ذلك بخلاف وجود 6 وحدات إدارية وملعب وحضانة وبلغت تكلفة إنشاء هذا المشروع 549 مليون جنيه وهذا المشروع من المفترض أيضا أن يتبع الشكل المعمرية كما ذكرت لمنطقة روضة السيدة واحد ليكونوا مشابهين إلى بعضهم البعض بحد كبير ليتمشي أيضا مع الطبيعة الحضرية لهذه المنطقة إذن مشاهدين تم إحلال المناطق الخطرة المناطق الغير أمنة بمناطق جديدة مؤهلة وتم تأسيسها بكل نواحي الحياة التي تؤهل للمواطنين حياة كريمة بداخلها تم إحلال المباني القديمة تم إحلال العشش تم إحلال البنايات الأيلة للسقوط بمباني جديدة بمباني لها قدرة على تقديم الخدمة الأفضل لمواطنية تقديم الحياة الكريمة لمواطنية ذلك بخلاف وجود الملاعب ذلك بخلاف وجود الحضناء ذلك بخلاف وجود كل نواحي الحياة التي يحتاجها المواطن ليعيش حياة كريمة داخل هذه المنازل إذن هذه كل التفاصيل عن منطقة روضة السيدة واحد وأيضا روضة السيدة اثنين وبالعودة مرة أخرى للستوديو